اشتركوا في القناة يحي ونميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى يال محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى يال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أحبابي في الله في الأنسان سنوات لقد قمت بي في الأنسان سنوات في الأنسان سنوات وأحبابي في الأنسان سنوات المصدر الأولى المصدر الأولى هذا المصدر سيكون في مقابل ويجب أنه يكون هناك مقابل لذلك السلام جداً لأنه يكون هناك مقابل لأننا سلعبنا اليوم الآن اليوم الآن اليوم الآن هو المصدر الأولى هذا العالم سوف نرى أبينا وكل جديد في الأولى في الأولى كان هناك واحدة ولكن في الأولى في الأخرة سوف يكون هناك ثلاثة وكل جديد سوف يكون هناك الكثير لذلك نريد أن نتحدث عن هذه الكثير تركيب المنزل وكل جديد هم قالوا وكنتم أزواجا ثلاثة ستكون هناك ثلاثة يجب أن نعيب هذا اليوم يجب أن نعرفه يجب أن نعرفه يجب أن نعرف ما سيحدث لن تقوير لأن هذا سيئنا ثلاثة شعر rol لماذا يقول أزواج؟ لأن là ما يRY يكون لڤوه مجدد وڤوه مجدد مجدد وڤوه مجدد في كل وقت فأصحاب الميمنة أولٌ جميع الناس الذين سنعلمون على الرسل من الله سبحانه وتعالى كلهم قال لا إله إلا الله كلهم قال لا إله إلا الله تنبغي كل مجدس سنعلمون على الرسل من الله سبحانه وتعالى واصحاب المشأمة كل شخص يدعون هذا الطريق نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم أن يباعد بيننا وبينهم كما بعد بين المشارق والمغارب لتجعلنا من طريقنا كما تجعلنا من طريقنا كما تجعلنا من طريقنا والسابقون 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 الطريق، الطريق أعonds لنجدهم بلغم في الشرق سؤالي هذه مقربوıl هذه الناس الناس yrourage هل هل ذلك؟ نقولنا كلما قالوا لا إلهي لله ��터 لمتعدة مجتمع كل المسلمين تقولون هذا مقربوه لذا أعطل 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 البشار المؤمنين الله سبحانه وتعالى أرضى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم تقول لكم اشتركات لا تتكلم عن هذه الحياة لا تتكلم عن ما تتكلم عنه لا تتكلم عن أي شيء اشتركات إنها 2 سنة لا تتكلم عنهم أولئك المقربون في جنات النعيم إنها قد في جنات النعيم هناك الكثير من المقربون 21 سنة المقربون الله سبحانه وتعالى عندما قلت أعتقد أن المجاهدين 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 سيكون المقربين وصلي وسلم وبالك عليك يا حبيبي يا رسول الله كان يسأل من سيأخذك في الاخرة يا رسول الله سيأخذك شفاعة سيأخذك سيأخذ هذا سيأخذ جنة معي وهذا سيأخذ جنة معي من سيأخذ هذا؟ أعتقد أن الصحابة سيأخذ أبي بكر عمر أثمان ولكن قلت أنه شيء مختلف قال كل شخص يأخذ لا إله إلا الله سيأخذي شفاعة إلى الاخرة في المعراج قال الله سبحانه وتعالى ما تريد محمد؟ هل يستطيع أن يقول لك لا إله إلا الله سيأخذك؟ هل هذا سيأخذك؟ لكنه سأخذ الله سبحانه وتعالى لإجراء حداية لله هل أرغب حداية هل أرغب حداية هل أرغب حداية وإذا كانت عمله يا رخي فعل دعاء لأجمع المسلمين لإجراء حداية لله هذا عملهك وإنه أمانة لا تذكر دعاء لأجمع المسلمين بخير، أرغب حداية لله كل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يهدي أمتنا وأن يجمع شملهم وأن يجمعهم على كلمتي الحق والدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن الحمد لله وأصلي وسلم وبارك على حبيبي رسول الله The first class of المقربين are the people of the masajid is gonna be the first call Allah subhanahu wa ta'ala will call who are they my relatives get nearer to me my relatives so the angel they will say who are your relatives here Allah this is the people of the masajid and the interpretations you know we have got in Islam 14 interpretations for this one it is said everybody used to love the masjid and they come and they pray in the masjid some people say I'll pray here at home because to my wife and my children and they can have an excuse because they can't live by their own but some people all the time they need to pray in the masjid they don't feel that they have brain unless they are in the masjid they love the masjid they love the jamaa they love to attend to the adhan they love to stay in the masjid when they see the masjid they are comfortable those are involved with the people of the masjid the people who are looking after the masjid the people who are serving in the masjid I told a story in the past about the first one person ever to be the cleaner of Masjid Rasul Allah now they have teams from everywhere in the world so many teams but there were one lady in the time salallahu alayhi wasalam used to clean the masjid and she was a little black lady was very poor and she loved salallahu alayhi wasalam she used to come to clean the masjid and one day salallahu alayhi wasalam came he didn't find her so I said where is she? it said that her name was Halima radiyallahu alha wa arduaha she is in Jannah so they said she bust away ya Rasul Allah bust away when? they said have you been like yes who are you doing to call me? they said brother they were hadithi ahdi bil jahiliya they've just come from jahiliya so they saw she is poor and there is no need to bring salallahu alayhi wasalam to pray on such a poor and he was annoyed salallahu alayhi wasalam if he is annoyed he doesn't shout but his face goes red and annoyed and told him take me to her so they took him to her grave salallahu alayhi wasalam he prayed on her and she is in her grave and they was too much annoyed Allah subhanahu wa ta'ala wanted to cool him down so he made her speaking to him somebody from Al-Akhira feeling us about Al-Akhira to salallahu alayhi wasalam so she started speaking to him to thank him for praying on him so he told him to tell me what about Al-Akhira so salallahu alayhi wasalam is worried about the day of judgment Al-Akhira what about our service what about our service sallallahu alayhi wasalam sallallahu alayhi wasalam is worried about Al-Akhira you should make it your business my brother your business is the day when you meet Allah subhanahu wa ta'ala so told him tell me about Al-Akhira so told him wallahi ya rasulallah ma wajadtu a'ala wa arqa wa arqa wa arqa min tanzif al-masajid the first class ever are the people who are the people of the masajid cleaning the masajid staying in the masjid building up a masjid helping in the masjid to belong to the masjid by what so ever means this is the first class the second class the second class in short are the people who are helping people it doesn't matter who is she who is he who is he you are going to help sallallahu alayhi wasalam carried the sack of a mushrika and he kept telling him there is a liar in Mecca called Muhammad and he was smiling helping him sallallahu alayhi wasalam explorer that sallallahu alayhi wasalam in Gerna when a ul cosas are as big as this ultra and it is like an й tan everything is minerals we fed تقضى على أيديهم حوائج الناس هذا هو الثاني الثاني يستطيع أن يكون حوائج الناس ويستطيع أن يكون حوائج الناس بسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين وأن يجعلنا من السابقين وأن يجعلنا من زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم اللقاء العظيم اللهم مننا نسألك يا مولانا العظيم أن تعفين من هذا الوباء والبلاء وأن تكفي شغل المرض والبلاء ربنا ولا تضغينا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرسته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيتها ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وللآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا رحم الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هفلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين